نحنا كنا نصلي بالبستان الجمعة بكنيسة اسمها كنيسة الشغور وبعدين يوم السبت كنا نصلي بالكنيس لو أعرف اسموها كان الفرنش بحارة ليهود كنا نعود نروح لأونيك كل السبت نروح لأونيك الصباح فيه بكير وكنيسة الشغور ويوم السبت نصلي بكنيسة الفرنش موسيقى 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 أنا أسمي إلي أنا أوريجنالي أنا بالأصل من دمشك سوريا وطلعنا من الشام بسنة 1963 ورحنا لإسرائيل من إسرائيل جئنا لهن شو خلاكم تطلعوا من الشام 63 أنا بي كان يشتغل بالبنك وبعدين أخذوا الحكومة أخذت البنوك كلها وقالت البنوكي لازم تسير للحكومة وقلعوا كل الموظفين اليهود سونا ننطلع قالوا اوكي طلع ورجعوا ونا منطلع وما رجعنا شو ما كانت الحياة بالشام شو بتذكر من هديك الفترة أنا طلعت وكان عمري 13 سنة حيات كانت صعبة كتير كل واحد بيروح بالشارع يهودي يهودي وحطين كل الفلسطينية بالشارع معنا وكانوا يلحوونا ويعايتوا يهودي 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 كل وقت يعني ما كانت الحياة صعبة كتير كانت هناك حارة اليهود اللي اسمها شو؟ حارة اليهود بدنا نحن نساكنين بشارع اليهود في مدرسة الاليانس هناك كان وكان الكتاب هناك كمان الكتاب كان من أول صف لأخر صف لـ 12-13 بالاليانس كان للستة سوفي عالم كنروح المدرسة الاليانس تعلموا بالاليانس طلعنا نحن من الشام للبنان وقد نجربنا نعود بلبنان ما عادنا شي تاريبا سنة ما عادونا من هناك طنل تركيا تركيا عادنا شي جمعة وبعدين وتصلنا لتركيا دقين تلفون الانصلية الاسرائيلية من هناك إجوا واخدونا وبعطونا لإسرائيل كان باية عنده أخته وأخواته كلهم كمان ساكنين ونيكي ومن عائلة الأمي كمان كان عندها كمان أخواته وأخوة بين أمي كان يغني كتير منيه اسمه مشايل ياهو معورز مشايل ياهو وهو كان خالي ونيكي وبعدين عنا خالي كمان التاني كان حزان بالكنيس اسمه سيون كمان سيون كمخجي يعني كان أنا رائب كتير هناك الحقيقة حقيقة وأنا وصلت لإسرائيل يعني وقفت أحكي عربي بالمرة وخلطت مع الإسرائيلية أصدت أحكي بس عبراني وتعلمت عبراني كتير مني حالونيك والمدرسة اللي كنت عايت فيها أنا كانت هي مدرسة زراعية يعني مدرسة بيسموها بنيميا كنا نكون كل وقت هناك مروا على البيت بالمرة وأنا تقريبا نسيت كل العربي وأنا كنت ونيكي بإسرائيل وأي سنة جيت لهون لأمريكا؟ سنت 76 أنا كان عندي كنت بإسرائيل فتحنا معمال وبعدين كان كل وقت الدولار العلم اللي عم تنزل عم تنزل عم تنزل سأجيط لهون الزور بزيارة هاي من وقتها قاعد هنا أنا كمان من وقتها من 6 سوعة السبس 76 هوني كل الحلاوة تبع أمريكا هوني أنه كل الولاد بيتعلموا باليشيبوت هلا اليشيبوت في كتير يشيبوت هوني وهي حلاوة أنه كل ولد صغير بيبدأ بيبعدوها اليشيبوت خليه يتعلم باليشيبوت ما مدرسة كل شي شووت وبعدين ملوق ملوقّا يكون صغعر بيتعلموا كل شي الصلاة وبيتعلمون القمراء وبيتعلموا كل شي هاي حلاوة الحياة هوني بأمريكا كل في هوني في هونه كهلا طبع الشوام كهلا طبع الحلبية كهلا طبع يعني وبعدين كلهم بيعدو سوا مثلا هوني هاي الكنيس هوني أحياء الزهري هاي الكهلا طبع الشوام طبع اللي يعجو من دميسك وفي كمان الكنيس待ってبقية , وكلهم بيحبوا يجوا لهون مشان الصلاة من نفس الشي ما تغييره من معد ما كانوا بالشام لحد الله وهي مبنت جديد هلا صلى شي اربعة سنين مبنية جديد مت ما بتشوفهوني كله جديد هنا بس صلى هاي الكنيس من سنة السبعين من قبل كان يروحوا البيب باركوي وكانوا هونيك بديت الكهيلاء هونيك كان في كهيلاء شوام وكهيلاء حلبية وكهيلاء ماروكان بس كانوا الال كتير بس واتكبرت الكهيلاء انتقلوا كلهم للمحل هوني الى اوشن باركوي حلاوة الكنيس هونين وفي عندهم اول صلاة بتبدأ الساعة ستة لاربع بعدين سبعة بعدين سبعة ونص بعدين ثمانية ووقيت ساعة تسعة كمان وبعدين مو بس هيك بيبدوا قبل الصلاة كمان في هوني محل بيتعلموا فيه كمان تراء وقمراء وكل شيء كلهم أسس منيح بهالوقت هذا وبعدين هيك شغلات ما كان من زمان أنا جيت لوانيك من زمان كانوا بس العالم بساطة كتير كانوا يتعلموا كانوا يجوا يصلوا بس شحريت منحا وعربيت وبس بس هلأ تقدموا كتير هلأ وصار فيه حقمين كتير وفيه حقمين بعالم وهلأ يعني كل شي تقدم كتير هلأ حلاوة اكترية العالم يصلوا بالكنيس ما حدا بحد يصلي وبعدين وتصار الكوفيد هنا كتير عالم يعني ما كتير حبوها بس اكترية تسعين بالمئة من العالم بيصلوا بالكنيس بيحبوا يجوا مشان بيجوا كلهم سواه وبعدين بيعرفوا ان الصلاة مع كلهم سواه أحلى من واحد يصلوا بالبيت لوحدهما يعني فيها أكتر كفنا فيها أكتر نية أكتر هذا اسمه البيماء هون الحزان بيطلع بوقف هون وهي المصحف طبع الحزان وبعدين من هون الحزان بيبدأ وكل الكهال بيصلوا معه وكلهم هو بيبدأ وبالصوت عالي وكل الكهال بيروحوا وراه بيطلوا السفر ترى بيجيبوا لهون وبعدين بيدوروا فيه هون وبعدين بيطلعوا كل الترى بيطلعوا من هون وبيعد كمان السوميخ بيوقفهم دامه وكل الصلاة مثل عادة مثل كل الكنيسة فيه هون علام أمريكا وعالم إسرائيل كمان بس خلينا نطلع على شو قرمز هذا الشيء نحن نتشكر الحكومة الأمريكية بتخلينا نصلي بكل حرية وبعدين ما بنسألوا نحن طابعين لإسرائيل مشان الشيء في عالم إسرائيل وعالم أمريكا واحدة إنه بتشكر أمريكا اللي هم يخلونا نصلي والثانية بتورجي علاقتنا مع إسرائيل مظبوط إنه نحن ساكنين بأمريكا بس نحن كل القلب تبع العالم هون كلهم قلب يهودي وبيعرف إنه تتابع لإسرائيل كل شيء لإسرائيل كلهم بيحبوا يسمعوا شو صار بإسرائيل وكل يوم بيعرفوا شو صار بإسرائيل وبيتابعوا كل شيء بيصير بإسرائيل اللي ساووا اللي منيح بياحي زر طبع الكنيسة معنا هوني مثلا إجو كتير عالم جدد من دميسيك ما بيحكوا كتير إنجليزي سو الحخام هوني أسس رابع حخاميم بيحكوا عربي ويعلموا عربي كمان سو عنا كمان هوني هلأ بعد الصلاة بالليل بيجي حخام بيحكي بالعربي وبيعلمهم بالعربي القمراء والتلمود ومشنيوت وكل شيء بالعربي هيك يعني أنه ما يشي صعب عليهم أن يتعلموا بياب العبراني ياب الإنجليزي موسيقى 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 موسيقى